أبنائي وابناتي طلبة وطلبات الصدف السادس اتدائي أهلاً ومرحباً بكم في حلقة من حلقات مدرسة على الهوى في مادة اللغة العربية خلاص اتعودنا بقى مادة لغة العربية يعني معناها صدف السادس اتدائي مرحلة أولى وبعد كده المرحلة التانية وقبل ما قول مرحلة تانية رحب بالأساس حاتم أهلاً بكم أهلاً بكم أهلاً بكم أهلاً بكل أولادنا النهاردة حلقة جديدة طبعاً افتقدنا حضرك المرة اللي فاتت لكن يعني عادة كل صاحب مكان إلى مكانه الطبيعي الحمد لله ربنا يدمها دايماً يا رب إن شاء الله أولادنا بقى احنا بسرعة كده احنا عشان حلقاتنا بتقبع تيك كويل بسرعة فانا عاوز أقول لكم احنا النهاردة كراءة مجاهزين كراءة بس في قراءة احنا احنا نشوفها في الامتحان يمكن ولادنا متعودوش عليها كتير قوي يقول لك قراءة متحررة يعني ايه قراءة متحررة يعني ايه إن أنا أقول مش حاجة منهج حاجة كده زي ما بقولوا كده انتو انتو حتى بتشجعوك هورة وعارفين يقول لك فيه لعيب كده بيبقى لعيب حر يعني ما يلتزمش بمركز يبقى دفاع يبقى هجوم يبقى اي حتة يروحها هو وهو قراءة المتحررة نفس الكلام مش موضوع منهج بس يتجيني في الامتحان أقرأها وخدوها اللي وضعوا الامتحان أو اللي قالوها الفكرة دية من العلماء بتوعنا قالوا من العلماء والأدباء وكل الناس المشاهير اللي بقوا حاجة ما كانوش بيضيعوا وقت كان لما ييجي بص كده في الأرض ويلاقي ورقة وهو معدل لو لقى عليها كتابة يفتح الورقة هي فيها إيه ممكن تكون معلومة ممكن تكون حاجة تفيدني هو ده المقصود بالقراءة المتحررة مش منهج بس هتستفيد منه معلومة وإزاي أجاوب إزاي أعرف أجاوب على أي حاجة أيا كان نشوف كده سحة ما أنا جيب لهم موضوع إحنا شهير قوي شايفه في مصر كلها اليوم دول وعجبني العبارة يعني أنا عجبان هي عبارة تحس على النظافة بس هي عجباني كمان كعنوان يعني يعني هو بيقوله إيه بقى تلقرأة المتحررة اللي عندي خليك زي آدم كلمة شفتها كتير وأول ما نزلت الحاجة دي وصحتهم أنا أنا ما كنت مستغرابها يعني هي كانت حملة بتدعو الناس دايما أو الأطفال بواجهة عام إنه هم عشان يطربوا ويطلعوا وينشأوا على المحافظة على البيئة اللي هم عايشين فيها جميل أول دايما اللي بقولها خليك زي آه يعني حملة كانت بتتبنها الدولة كلها ومش وزارة التربية التعليم بس وحتى لو مشينا في الطرق العامة والطرق الداخلية في المحافظة القائرة وكل المحافظات هنلاقي في لفتات كبيرة جدا يفط كبير أوي مكتوب عليها نفس الحملة دي وكانت حملة إعلامية وكل حاجة يعني كانت موجودة كل الهدف منها المحافظة على البيئة اللي بنعيش فيها هو دا اللي أنا عاوز أقوله لولادنا بقى خليك زي آدم آدم دا هو سيدنا آدم طبعا هو الأب للكرة الأرضية والأب اللي احنا عايشين أو نقول ربنا سبحانه وتعالى فخلق آدم وبعد كده جي لكل آدم تخليك زي آدم آدم كان حافظ على الأرض اللي احنا عليها دي وكان محافظ عليها من ايه من كل تلوث وهو كان لواحده وبعد كده بدأ أولاده وبدأ وبدأ فأنا عاوزين نقول لدن الحملة أنا أنا بحيي صاحب الفكر تخليك زي آدم عشان كده جبتها قراءة متحررة ولما اجا أقول كده القراءة كده موضوع أو كلماتها تتقال وهسأل عليها أسئلة هي بيقول كده هي المبادرة خليك زي آدم وما ترميش حاجة على الأرض وخد بالك من الكلمة نفسها صحاتم هتلاقي ان الكلام أيلو بالعمية يعني هي المبادرة بتقول كده خليك زي آدم وما ترميش حاجة على الأرض مبادرة جميلة وهادفة فهي تحرص على النظافة وجمال المنظر وتعلمنا قيما جميلة ورائعة فما أجمل أن نكون جميعا مثل آدم ونحافظ على نظافة الشارع والمدرسة والبيت وكل مكان كل ده كلمات المفروض وأنا بقرأها مركز قوي هيسألني يقول لي إيه لأننا كده كده معاني الكلمات اللي بتبقى موجودة فيها أو الأسئلة اللي موجودة فيها دايما السؤال بتاع درس أو قطعة القراءة المتحررة تبقى الإجابة بتاعته موجودة في القطعة ده جميل اللي موجودة يعني ما فيش حاجة ما باعتمدش على خبراتك السابقة لكن معاني الكلمات أنا لازم يا جماعة لازم نتعلم كواس قوي إزاي أقدر أطلع معنا كلمة من خلال السياق اللي موجود معاه بس كده ما بقاش مجرد أن أنا حفيز بس قدامي جدول فيه معاني الكلمة ومضاد الكلمة لازم أنا لما تعجز قدامي كلمة أعمل إيه أشوفها من خلال السياق معناها الحسن جملة أنا جايب لهم دلوقتي هو أقع في كلمات مش فيه كمان في القراءة كمان في كلمة ممكن تقع فيها ونشوف الحكاية تعالى كده يا سحاتم أول سؤال جمج أسأل اللي هو بيقول كده تقير الإجابة الصحيحة بما بين القوسين فيما يأتي جمع المنظر طبعا عندي هي مناظر مناظرات أو الناظر طبعا الإجابة الأولى اللي هي كلمة مناظر ودي مش محتاجة يعني مش يبقى فيها فيه كلمات معينة من خلال السياق بيختلف في جمعها أنا معاك مضاد نحافظ وهي دي بقى القضية اللي أنا جايبها بقى على فكرة فيه كلمتان دلوقتي موجودين معايا شبيهة ببعضها قوي نقصر ونهمل أيوة اللي اتنين اللي اتنين قريبين من بعض ودي بتتوه ولادنا شوي طبعا التقصير ولا الإهمان هنا أعمل إيه؟ أرجع للقطعة مرتين جميل أرجع للقطعة وشيء وشوف إيه مضاد الكلمة دي لأن أنا لازم أطلع المضاد التعمل خلال الإهمان طبعا أنا أقول لك حاجة خلينا أقول لها سحاتي من دلوقتي محاولاتنا كده أنا لما أتكلم على كلمة نظافة وكلمة الإنسان يقصر في حق نفسه يقصر في حق نفسه يبقى يهتم آه يبقى هنا في اهتمام طيب المحافظة الإهمال هي دي يعني أنا كلمة اهتمام 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 يعني متم أول عامل يبقى تقصير لكن المحافظة إنك بتحافظ مثلا عن نظافة البيئة بتحافظ على نظافة البيت تحافظ على نظافة الفصل كل دا انت بتقوله عكساء إهمال إنك مهمل وإنسان دا وهو ده الفرق بين الاتنين يبه هنا بقت ايه هنا النظافة بقت ايه نهم المحافظ نحافظ عكسها نهمي طيب ده علامة صحة او خطأ امام العبارة الصحيحة وعلامة مبادرة تخليك زي ادم مبادرة مصرية اكيد طبع مشوفناش في ايه حتة دي فكرة مصرية ومبادرة مصرية وان شاء الله كل افكار مصر عالمية هم يطبقوها بس احنا هي خليك زي ادم مبادرة مصرية العمل بهذه المبادرة يجعل بلادنا جميلة ونظيفة الاجابة صحيحة طبعا ما الهدف بقى من هذه المبادرة المحافظة على البيئة طبعا كده لان النظافة هو مش شرطة هو واحد يقولك ايه اللي جاب من نظافة الشرق للبيئة لا انت طبعا ده انا عندي اهم حاجة من اهم مصادر التلوث اكتر حاجة بتخلي البيئة اللي عندي ملووزة جميل او فعلا بقى ما اتكلم فيه الحياة الحياة دائما اثنان والحياة دائما اثنان انا جايب العبارة عن قطع على طول كده قطع وهسأل عليها اسئلة واقول ان الناس بتتكلم احنا طبعا عارفين القصة الجد وحواليه الاحفاد ونبدأ نحكي حكايتنا هي القصة ان الجد اللي معانا الجد يوسف هو يعني ده جد هو البطن بيجيب الاحفاد بتوعه وبيديهم خبرات سنواته الطويلة اللي عاشها في عمر فهنا في القصة دي دخل عليهم ماسك ايديم وتشبكتين قال لهم ايه معنى الكلمة دي وسب كل واحد يحلق اللي هو عايزه جميلة وبدأ يحكي لهم قصة جميلة اللي حضرك موجودة معانا دلوقتي اللي هي قصة مسابقة الرسم على مستوى الادارة التعليمية انا بس اقول لولادنا كده عشان اجيب اسئلة مباشر يعني ايه رسم ويعني ايه فن ويعني ايه اتنين يشتركوا انا انا اشتغل على فكرة ودي حصلت رسم اللوحة الطبيعية انا شفتي اتنين والله كده وعملوها عندي في بيتي واحد بيرسم بالرصاص او الفحم او الرسم العادي واحد بيلوين واحد بيلوين اللوحة طلعة خرافة يعني حتى وانا بكلم اللي هما الاتنين الرسمين اللي رسموها ايه الهدف والله اقالها لكده قال لي هو ايده حلوة في الرسم ايده حلوة في الرسم وانا عندي تزوق زوء حلوة في التلوية هو ده التعاون بقى هو ده التعاون اللي هو الجد قاله لهم اني لازم تطلع حاجة جميلة بايه بفضل ده اللي هو تقبو حتى التعاون زي ما احنا دايما نقولها في كل حاجة بالتعاون اساس فهينا بقى الاسئلة بتقول الانسان بحكم طبيعاتي لابد له من العيش في مجتمع قلمة مجتمع المجتمع الذي نعيش فيه مما يفرض عليه التعاون مع غيره والمجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيعه فيه احد عبارة بتتواجد لو جه السؤال ده او لو جه الدرس ده في الامتعام العبارة دي لازم تتوجد السؤال بيجي بالضبط يا أستاذ سعيد بيقول ما فائدة التعاون في المجتمع هو ده سؤال اساسي اه الاجابة بتاعته اللي هي اخر سطرين أستاذ سعيد حدث هلنا اللي هو ان المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيعه في احد من المجتمع في تعاون يعني في نجاح دي دعوة على فكرة لنا في كل المجالات احنا هنقولها تاني برجع لولادنا كل ما اتكلم اتكلم على محمد صلاح مش عارف عمله ايكونة حتى في الشرح ان فعلا محمد صلاح نفسه لما بيبقى في الاداء مش كويس زميله وبيعاونوش يعني يقول لك اصي طالع النهاردة فيه ضروب لمحمد صلاح مش عارف يلعب لا مش عارف يلعب اللي حواليه مش عارفين يخديمه عليه فمعنى كده ان هو في ايه فيه حاجة حصلت مفيش تعاون مفيش تعاون يحصل فشل فيه تعاون يحصل نجاح هي دي الهدف من الحياة تعال لما نشوف بقى كده لما اسأل سؤال بقى في حاجة اللي موجودة معايا هات معنى يفرد هي اه دلوقتي السؤال عندنا اه هالكلمة يفرد موجودة في القطعة اه ولا برا بقطعة لا في القطعة في القطعة اه يبقى انا عندي هنا لما يجي لسؤال زي دوان قدامي الموضوع متاح جميل القوي ماشا حلو كده انا هقول يا اصحاتم انا اللي بقول دلوقتي انا هقول لك هالك انا يعني التعاون يفرد على اصحابي حلو كده اه ايوا انا عندي هنا معنى اه يلزم ويوجب جميل يلزم ويوجب طيب انا هنا انا ليس سألته استاذ سعيد السؤال دوان لان احيانا يقول لي ايه هات من الفقرة هات من الفقرة ممكن يقول لي ايه هات من الفقرة كلمة بمعنى اهو اه صح كده. اه معلش ده طلع قلم جاف. كلمة بمعنى يلزم. كلمة بمعنى ايه? يلزم. السؤال بقى بالمغيرة هات من الفقرة كلمة بمعنى يلزم. تمام. ماشي? اه. الاجابة واحد هيقول لي ايه? طب المستر قال ان معنى يفرض يلزم ويوجب. صح كده? تمام. يقوم ابننا كاتب ايه في الامتحان? يوجب. صح? صح. هل معنى يلزم يوجب? صح? ده حقيقة. بس انا احسوا له غلط. اه. ليه بقى? اه. لان السؤال اللي عندي هات من الفقر. هنا بقى. اه. الاجابة. في حالة الاولى اللي انا كاتبها يفرض تجيب يلزم او يوجب صح. اللي اتنين صح. لانك ده معنى. اه. لكن لما يجي يقول لك يلزم او يوجب فين في القطعة تقول لي. ما يناور عليك. لازم اجيب له كلمة يفرض اللي هي موجودة في القطعة بس. بس. يعني ما يجيب لهش كلمة من بره الايه? هي دي القطعة. تمام. ما هي دي اللي احنا قلنا عليها ايه? الكلمات اللي ممكن توقعنا. وده بقى اسلوب اساسي او السعيد من اساسيات الامتحانات. انه يجيب لك هات من الفقرة. جميل. عشان بس يتوه الدنيا. مضاد ينتشر. طبعا انا عندي ينتشر. برضك مش موجودة في القطعة. اه. بس انا عندي معنى ينحسر. حلوة اوكب. اه. يبقى الانتشار انحصار. انحصاره في مكان معين او. طب انحصر بصدر بالسين. اه? الحسين. ايوة. عشان برضو. اه. شو بالسحاتم قال حتة جميلة قوي. هنا ينتشر الانتشار التوسع. اه. لانحصار التضييق. انك تبقى حاجة حاجة في في محيط ضيق. ده الفرق بالاتنين اصلا. اه. عشان الولادنا ده ما نسألوك ايه? ينحسر ومسين ولا صاد? اه. طب لو كتابة في الامتحان. اه. والله ينحصاره المصح. يعني من الطالب احنا. لا بس عشان ما يعتمدوش على. ده لا بص بص السعيد. اه. 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 يعني احنا كمصحين سعيد بنعمل ايه? يعني في حاجات كده بيبقى الولاد كاتب كاتب الصح اه غلط مسلا فهم زي الكلام ده كله بس مش في الامناء. ومش في التعبير. في الاسئلة العادية. احنا بنعدها لهم شوية ليه? لان احنا عارفين في حاجة اسم مهربة الامتحان. جميل. يعني فيه طلبة كتير قوي بيبقى عارف السؤال وحله ستين مرة. ويجي في الامتحان بيجي له حلقة شدة كده. صف المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون. كلمة قلناها. لا يضيع فيه احد. الكلمة الموف اللي قدامك اللي طلعت على الشاشة دي هي الاجابة. مجتمع تعاون ما يضعش في حد. هي كده. خلاص اجابتها. هنا بقى اللي انا بقول لك عليها السحاتي. حد بمعنى الكلمة التي تحتها خط في الجملتين الاتية. اه وده سؤال جديد برضك بقى يجي وخاصة ان هو دلوقتي بيجي في اعدادي. اه. لكن بنشوفه في بعض امتحانات المحافظات. ده جميل. ده جايب امتحان محافظة على الفكرة. اه. وانا لما اقولها اولادنا التور هنا حفلا وهنا حفلا. نعم. طيب لما يقول لي معنى حفلا هنا ما هو لازم على فكرة. اصفيه اه ولد من اولادنا. كما انا هقول معناهم خلاص. هي هو جايبها لك كلمتين في جملتين مختلفتين عشان المعنى واحد عمرها. ام. يعني عشان اولادنا يبقوا فاهمين ان هي جاي عشان هنا بمعنى وهنا بمعنى. هي الكلمة واحدة. ولكن الجملة والسياق خلف المعنى في الاتنين. دي وسيلة من وسائل القراءة الوقتي. يعني دي اصلا قاعدة من قواعد القراءة. اننا اعرف المعنى من خلال السياق. كمان. يعني انا عندي الكلمة الاولى يقول لي ايه? حضرته. حفلا بحيجة. حفلا بحيجة. يعني ما ده كلمة ايه? احتفال. حلو. حفلا. كده كمان. اه. طب التانية رأيته حفلا من الاصدقاء. ام. تبقى دي ايه? طب انا مش عارف. يعني انا مش عارف. اعود افكر ايه الكلمة اللي ما انا يا جماعة انا في عندي مشكلة بتقابل الطلب او. انه بيحصر نفسه ما بين الاربع كلمات اللي موجودين ويبدأ دماغه تتشل. لا انا نانعزك تكرت برا الايه? برا الامتحان خالص. رأيته حفلا من الايه؟? من الاصدقاء. وانت معندكش المعنى. اه معينديش المعنى. انا مش عارفه. اه. هل أنا رأيته حفلا من الاصدقاء. يعني رأيته احتفالا من الاصدقاء? رأيته حفاوة من الاصدقاء? ولا رأيته جاماعة من الاصدقاء? حبيб كان وشوفت ايه انا عاوز بس اقول عزونا لما بالسحة بيقول لك ارجع للفعل. defendant كأول ايه حضرت والحضور حضرته مقدوبة. حضرت حفلة. حضرت زفاف. حضرت حضرت حضور. لكن الرؤية شفت. انت شفت. الرؤية هنا زي ما لسوس حاتم بيقولك ايه? شفت. عارف زي ما تقولها بالبلد كده شوية اصدقاء مع بعض. يقبى مجموعة من الاصدقاء مع بعض. جماعة من الاصدقاء مع بعض. لان هي الرؤية اللي حددت او الفعل اللي موجود عندي اللي حدد. اه الله ينور عليك. يبقى انا عندي هنا باخد الكلمة من خلال السيارة. تمام. ما نقول ايه? ما نزنقش نفسنا في الاربع كلم متل موجودة. واجعل يخلي عندي شلل في التفكير. لا انا عاوز وانا شغال اقدر ان انا ايه? اقمرونا شوية. هدد اعصابك دايما نقول لطالب ايه? هدد اعصابك خلي عندك ثقة نفسك وان داخل الامتحان. جميل. عشان تقدر تحل اسألة كلها. حلو قوي. بهدول اعصاب. نصيحة بصاص حاتم. هدد اعصابك. وادخل امتحانك فعلا. لان دايما التوتر هو اللي بيعمل في ولادنا كده. طبعا. حضرته حفلا بهيجا. حفلا قلنا معنا احتفال. التانية كانت رأيته حفلا من الاصدقاء. حفلا معناها جمع او مجموعة من الاصدقاء. الحقيقة دائما اثنان ثانيا. طب اثنان طورة بقى الصيحة. دائما اثنان. اه. مش اثنين. اه. حلو قوي كده. طب قولها اكتب. اه بص الصيح. اكتب. انا انا عايز بس ابننا. الحيات اثنان اه. يلعب شوية. يعني يبقى مركز قوي. اه لما يطلع له كده حاجة يعني احنا بيلعبوا جيمز. يطلع له حاجة بس تيجي انت بتلع بجيمز مثلا وجنبك ابنك او بنتك. واخبالك. وتيجي انت داخل على حاجة يقولك لا 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 ملهاش لازمة. عديها. تمام. واخبال حضرتك. خبالك كل مرة نسأل. نسأل ولادنا يمكن من السنين اللي فات نفس السؤال. يعني قرروا لولادنا عشان يعني طبعا ولادكم اللي هما بقفوا لي اعداد الوقت اللي هما يتابعونا بعد الحلقة دي. مم. فطبعا كلمة اثنان هنا. واستاذ حاتم. مم. انا لما اتكلم واقول اثنان هنا مرفوعة ولا منصوبة. لا انا هبص على دائما. ا انا عاوز. اه مم. انا الاول بحدد دي جملة اسمية ولا فعلاية. مم. ماشي? ابننا انا بيختي بيقول ايه? الحياة مبتدى ودائما الخبر. ويرمي على كده. ويرمي على كده. طب انا هرجع تاني. طب وهو انا بصيت كده. الخبر بيبقى ايه? مرفوعة ولا منصوبة? الخبر مرفوع. دائما. طب كلمة دائما دي ايه? مرفوعة ولا منصوبة? هي منصوبة. منصوب. يبقى دي مش الخبر. بس. يبقى حط عليها كروس لان احنا هنخدها لسه با في اخر الت اثنان. اه. وكلمة اثنان هنا. اسنان دي مسنة ولا ملحقة بالمسنة. اه. المهم انها مسنة بتعرف عرب المسنة. اه. والمسنة بيرفع بالايه؟ بالالف. يبقى انا عندي هم تلك كلمات. يبقى كلمة مرفوعة الاول. اه. مرفوعة في الاصل. اه. يبقى ده الخبر المرفوع وعلمة رفع الالف وده المبتدأ. تمام. بس كده. يعني انا عايز ولادنا يكون حكيم شوية. اه. شوف انت لما رميت اثنان. لما رميت دائما. اه. مش الجملة استقامت. اه ط اثنان. الحياة تعاون. الحياة جملة بمبتدأ بخبر جملة تمة. ما عنديش مشكلة. حال بقى دخل جاء دخل اي حاجة من اللي بتدخل في الحاجات مش مشارط حال او حاجة اي حاجة كلمة تدخل في الجملة نفسها تلخبط لي فيها لو انا بعرب امسح. عشان اقدر اشوف الحاجة. اه. يعني انا بقول لابننا ايه? خليك زكي جاءه في الامتحاد. يعني اللي هيكتب دائما دي هيعمل هالي خبر مرفوعة علامة رفعه الضم. اعطى فين الضم. يعني يركز شوية معانا طيب اه. ما دومنا وصلنا لحتة اثنان. انا وانت اثنان. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله. احب. بجعنا لكم بعد الفاصل. ونكمل اصحات. الحياة دائما. الحياة دائما اثنان. اقول بس كده برضو اللي بيجي قطعة على الاسئلة. وحب تتصلها بسرعة عشان حلقنا جميعا حول جدي. لنستمع الى حكاياتك الجميلة ونستفيد من خبراتك الكبيرة في الحياة. طبعا نظر الينا الجد مبتسما ثم رفع يدي متشابكة. وسألنا ماذا ترون. اجابنا جميعا بلا تردد نرى يدين ايه متشابكتين. فقال الجد معقبا هكذا الحياة يا احفاد ايه الاعزاء دائما. فسأل عليه مندهشا هل تقصد يا جدي ان الحياة مليئة بالاحداث المتشابكة والمرتبطة بعضها ببعض. ام ماذا. هنا بقى قصتنا انا عاوز عشان عشان اقول بسرعة كده بس حاتم. انا مش عاوز احكي القصة انا اقول الاسئلة على طول. انا انا اخش على الاسئلة على طول عشان وقتنا بدأ يقول قصتنا ب اهيب. كده جات القصة. وعاوز اتخير الاجابة من بين القوسين زي ما احنا قلنا قبل كده. سؤال معنا. سؤال مضاد وانا مش مكتر قوي عشان ابدأ اقول. مفرد مقيس او المقيس. مقياس. طبعا المقياس او مقياس على حسب اللي موجود. وود اه يعني وود زاكي من اولادنا قال لي لما يكون فيها الف لام او معرفة. واجه اجيبها انا. زي ما انت. اطلعها برضك بالالف لام. اعملها ولا لا. هتقبأ بالالف لام زي ما هي. وما يعني تهت برضو مفيش فيها ايه. مشكلة زي من الصحاتم قال. احنا مش بنعملكو بقى. ماذا قال مدير المنطقة التعليمية. طبعا. احنا عارفين كلمة مدير المنطقة التعليمية ده قال ايه. لا هو مدير الادارة التعليمية. اه يعني طبعا. اه ان هو الراجل مدير الادارة التعليمية. اه ان هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس. ايه السبب انا هشرح الحتة دي بالزبط. ايه السبب ان هي حلوة بكل المقاييس. كل اللوحات كانت جميلة ورائعة. ولكن ما يفرق هذه اللوحة ان اشترك اثنان في في تنفيذ هذه اللوحة ماجد قام بالرسم وزميله قام بالتلوين تعال بقى ما اقول كده اذكر تعليق الجد يوسف على هذه القصة وماذا فهمت من الدرس كلمة تعليق الجد يوسف اجيبها لكم بس كده بسرعة الجد يوسف قال ايه ان المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيئ فيه احد طبعا كده ليه برضو لان افراده يتكتفون فيما بينهم من اجل غريم ومن اجل مصلحة المجتمع الذي يعيشون فيه هو ده اساس اللي احنا احب اتكلم فيه ان انت بالنسبة لنا احنا كناس كبني ادمين عايشين روح التعاون اللي موجودة ما بيننا جملة انا اللي عاوز اقول لها السحة بقبل لان احنا الحلقة اقتربت على الانتهاء يعني عاوز اقول حاجة هنا قبل ما اشتغل بقى شغلي ده الاسماء الخامسة انا دايما بلجأ اليك في بعض صغرة او صغرات الاسماء الخامسة وعندي ولد على فكرة انا متوسع عليها مش عشان انا بقولها كبه اللي هي زو وزي وزا بلخبطه الامر فيه نصبها ورفعها وايه جرها اللي موجود معايا لو حتة بقى جملة كده تفسر لي ما بينهم في حالة الرفع والنصب والحالة اللي موجودة معايا طبعا احنا قلنا الاسماء الخامسة كلها سواء كانت زو او ابا او اخ او حمو او فو كلها بترفع بالواو علامة الرفع الواو ولو احنا هنتكلم على زو هنكتب الشكل بتاعها وعلامة النصب الالف والجر الياء ماشي طيب يبقى انا عندي لما هاجي هلاقي كلمة زو او زا او زي يبقى انا عندي زو دي هنا هتبقى في حالة الايه الرفع وزا في حالة النصب وزي في حالة الايه الجر طيب انا هدي جملة مثلا اما هجأ говорي اخوك اهي زو خلق هندخل على الجملة دي ان مرة وكان مرة انا هدخل على الجملة دي ان مرة وكان مرة انا عارفين ان انه تنصب المبتدأ وترفع لايه الخبر يبقى انا عندي هنا إلا هيتغير المبتدأ بس هو اللي هيتغير والخبر هيفضل زم ايه زم هو في حالة انا يتغير وفعلا الخبر يفضل سابت يعني أنا ما جعلت كلمة أخوك أخوك أخو مبتدأ مرفوع علامة رفع الواب دو خبر مرفوع علامة رفع الواب لما هدخل عليها أن هتتحول أخوك إلى إيه إلى أخاك يبقى هنا أهو خليت علامة النصب بتاعتها بدل ما كانت مبتدأ مرفوع بالواب بقت منصب اسم إنا منصوب بالإيه بالألف بقى بالألف لأن أخيك يعني بلاش اللبس في الأمور أخاك علامة النصب الألف طيب عندي لما يخش عليها كان اللي كان تغير تنصب المبتدأ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر يعني التغير هيبقى هنا التغير معكنا هيبقى بزوه طب زوه هتبقى منصوبة وعالمة النصب عندي الألف يبقى هتبقى زال يبقى هنقول إيه ظلا لا في حتة واحدة في ورقة تانية ورقة تانية أصحاب عشان ولادنا يشوفوها يوي ظلا أخوك نزلت زي ما هي ذا خلق يبقى أنا عندي هنا ده اللي ايه تماما طيب إحنا كده عشان برسل يعني إحنا إحنا ملخصنا كده في الصف السلسي يبتدأي إحنا قراءة خدنا قراءة نصوص خدنا نصوص نحو خدنا نحو بعد كده إحنا هنجري شوية يمكن دروس القراءة أنا حاول من الحلقات الجاية إن شاء الله ندمج ندمج مع بعضها حب الدروس عشان نفضل أولادنا في حتة المراجعات ممكن المراجعات الفترة اللي جاية ديت وزي ما دايما متعودين منك والدنيا كلها في حتة ندخل حاجة في حاجة والنحو يدخل في النصوص ويدخل في الحاجات دي مش هنسيبها وهنفضل دايما على هذا الحاجة يعني إحنا إن شاء الله ممكن المرة الجاية أستي سعيد يبقى في منتصف الطريق أي إن شاء الله ماشي ومعاه عاوزين نعملها يعني إحنا نقول لأولادنا حتى الأفعال الخامسة مثلا عشان نفضل نقول الحاجة بتاعتنا يعني أنا أحاول حتى من القطع اللي جاية ندخل النحو في قلب النص اللي جاي سواء نقراها أو حسب اللي موجود هندمج مع بعض الدروس إن شاء الله عشان بس إن أولادنا أحنا الوقت هيشعفنا أو هيج أنا بقول لأولادنا بقى صف السلسي تدائي انتهت حلقتكم اللي جاية في الفاصل وبعد الفاصل وبعد التبديل يعني دايما نقول لأستاذ حاتم هنبدل الجواكت هنبدل لأ مش قادر أنا أمتل شاء الله صحتم عنده بقى فمش هنعرف نبدل معاه ونفس اللون بقى هنبدل الحصص وهنبدل الحلقات وهنقول انتظرونا أسرة مصرية يعني قناة مصر التعليمية بعد الفاصل مع الصف الأقل